هذا دليل انه اثنينهم ما لهم علاقة بالامام الحجة لو هذا الى علاقة بالامام الحجة يروح الذاكل قال رمضاني لازمه من تلابيبه يقل له ايجان الامام قال لي بات العيد لان هاي امور تكوينية خاصة بالامام يسألونك عن الاهلة قل الاهلة شنو من امر الله هاد الاهلة امر الله شلون تدخل بها قضية تكوينية لذلك احنا محتاجين ان نقول للناس صيروا عقال ترى انتم عبارة عن عربانة تندفعون بدون رؤية بدون عقل بدون منطق يتشذبون عليكم مصدقون لذلك اخوان يقول محمد صادق الصدر كيف المجتهد محمد صادق الصدر يذهب الى عبد الزهر القرعاوي شو عبد الزهر القرعاوي يختلف عني يصلي مثل ما انا صلي وانت تصير مثل عبد الزهر القرعاوي ولكن حينما وصل الى طريق مسدود وصل الى طريق مسدود راح الحج شهيد العبايشي ولا شيخ ولا حج الرزاق القرعاوي هذا حجي لا آية ولا نازل من السمه رجال يبيع برقان وهذا العبايشي يخيط عبي يوميا قاعد ياما الامام معروف لسا عدل بايران هالسا عمره مئة وعشرين سنة وقاعد بايران واللي يريد يمشي يشوفه بمشهد اللي يطول عمره روح يسئلوا شيء حجي شهيد العبايشي بمشهد تردوا اعطيكم رقم تليفونه او داره انا مستعد وروح يسئلوه يقعدوا يا الامام ساعة ساعتية ثلاث ساعات شو هذا ما قال انا آية ما قال انا مجتهد ما قال كل شيء يا جماعة القضية ترى اكبر واعمق لذلك محمد محمد الصادق الصدر طقت روحه وقال عمي ليش انا مشيت الحجي عبد الزهر القرعاوي لو انه مشريف وكريم محمد صادق الصدر كانت تنكف كانت تعلم عند عبد الزهر القرعاوي وقال ما مشيت له وانكره مثل الناس الان تجع ما امتها الكبره يسعلني عن قضية الشريعية يقول والله صحيح يمشي يكتبها عن نفسه يقول وجدته هذا انا قل له روح مشي ما يريد حجي لان اذا حجيت انا قلت انا علمتك تقول هذا دجال وكذب لي متى انا ما رايح له وهو قاعد بيتي منه تردونه ياه الاسماء الرنانة تردونها بس قلولي ودعتكم اقلكم فلان وفلان وفلان خمسمائة مرة يخابر يالله يجي لان انا ما اعد تليفون واقل له هاي غلط ترى هاي غلط هاي غلط يقل لي شلون اقل لدليل القرآني واحد اثنين ثلاثة يقول لي مين تعلمته اقل له مو تقول انت انا افتهم ودارس اربعين سنة كما عرفته اللي يدرس عبدالزهر القرعه ودرس موسيقى